ودلوقتي موعدنا مع جمال والسحر الطبيعي اللي بنشوفه في العالمين الجديدة تعالوا نروح ونشوف آخر أخبار المستجدات وكمان الفعليات اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة مع زميننا محمود جميل صباح الكير عليك يا دينا صباح الكير عليك يا محمد بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان بنصبح عليكم من مدينة العالمين الجديدة وأتمنى أنتم تكونوا مبسطين بالفيول اللي بنطلع منه كل يوم طبعا وبيبين مدى جمال وحلاوة مدينة العالمين الجديدة والحقيقة احنا كل الأماكن هنا في مدينة العالمين بتكون صورة حلوة للمشاهد وتكون صورة حلوة لنا هنا كمان واحنا موجودين أن احنا تكون موجودين يوميا معاكم من كل الأماكن الجميلة في مدينة العالمين الجديدة واحدة من أهم المدن السياحية الكبيرة في مصر خلينا نكلم كمان عن الفعاليات اللي الحياة ما بتنتهيش رغم أننا بدأنا العد التنازولي لانتهاء النسخة الثانية من المهرجان لكن الحقيقة إدارة المهرجان حريصة على تواجد كل الفعاليات وتنوعها خلال الأسبوع الأخير من المهرجان خلينا نكلمكم الأول عن حالة الإقبال الشديدة اللي كانت موجودة مبارح يعني الحقيقة مبارح كنا في كذا مكان كده في مدينة العالمين الجديدة من الأماكن اللي بتشهد فعاليات المهرجان وكان فيه إقبال كبير جدا سواء في المنطقة الترفيهية في الممشى السياحي في بعض المناطق الترفيهية الأخرى الحقيقة كان فيه إقبال شديد جدا إمبارح من الزائرين من مختلف الفئات والأعمار إمبارح كمان بالنسبة للفعاليات كان عندنا يوم جميل جدا في الفعاليات انتهت طبعا بطولة الجودو العربية اللي تم استضافتها للعام التاني على التوالي والحياة مصر حصدت منافسات كبيرة جدا ومراكز كبيرة جدا إمبارح والمركز الأول طبعا في بطولة الجودو للأندية في مدينة العالمين الجديدة والحياة اللي احنا كنا بنشوفه مبارح من المتسابقين المصريين بيدل على مدى الاهتمام برياضة الجودو وانحنا عندنا مواهب شبابية من الأطفال والبراعم والبنات عندنا مواهب جميلة جدا في بطولة في رياضة الجودو وهي طبعا مواهب مشرفة جدا ومدى الدعم اللي بيقدم من القيادة السياسية للرياضيين والموهبين في كل الرياضات المختلفة كان عندنا كمان إمبارح مصرحية عريس البحر والحياة مصرحية عريس البحر كان بالنسبة لي اكتشاف للمواهب الشبابية اللي موجودة في المصرحية لمن إخراج طبعا المخرج وليد طلعت لكن الحياة كل اللي موجودين في المصرحية هم شباب والأول مرة تقريبا يخدوا فكرة التمسيل وفكرة المصرح لكن الحقيقة إمبارح أدوا أدوار صعيدية جميلة جدا المصرحية بتدور حوالين أحداث أو موال خاصة بمسعود وجيدة وهو موال أو تمثيل وغناء صعيدي فالحقيقة قدروا أنهم يتقمصوا الأشخاص الصعادية بأداء ممتاز جدا وكانوا وجهوا الشكر طبعا للشركة المتحدة للكدمات الإعلامية على فكرة استضافتهم في مهرجان العالمين الجديدة وأنه يتم تقديم كل الدعم لهم لأنهم شباب موهبين في مجال التمسيل فالحقيقة أقدموا كل الشكر للشركة المتحدة على تواجدهم في النسخة الثانية من مهرجان العالمين وأنهم يقدموا العرض المصرحي ده قدام عدد كبير جدا من الجمهور اللي كان حاضر الحقيقة إمبارح فكانت إمبارح في المصرح جميلة جدا بالإضافة إلى أن المنطقة الترفيهية كان فيها بعض الفعاليات الخاصة بالفنون الشعبية والطنورة الخاصة طبعا بوزارة الثقافة بالإضافة إلى إنبارح يعني أنا لاحظت أن كل الملاعب اللي موجودة في المنطقة الترفيهية كانت كومبليت بالنسبة للناس اللي بتلعب في البادل الناس كانت بتلعب في البسكتبول الناس كانت بتلعب في ملعب كرة القدم الخماسي وبمشاركة كمان طلاب الجماعات اللي لازالوا موجودين حتى هذه اللحظة بالنسبة للتعاون اللي بيتم بين وزارة التعليم العالي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفعاليات دي هتستكمل النهاردة ببطولة طبعا أفضل لاعب كرة قدم من سن 9 سنوات لـ 15 سنة على ملعب كرة القدم الخماسي لكن النهاردة مدينة العالمين الجديدة هتكون على موعد مع حدث مهم جدا وهو عروض الطيران أو العروض الجوية اللي هيقوم بها طبعا أبطالنا من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية السعودية هيكون في عروض مبهرة وجميلة جدا النهاردة من الساعة 5 مساء للساعة 7 في النورث سكوير وخلينا أقول لكم الاستعدادات اللي كانت بتتم إمبارح بتشير إلى أنه هيكون في عروض جميلة جدا ومبهرة جدا في سماء مدينة العالمين الجديدة فدعوة لكل الناس اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة أن هي تتفرج على العروض الجوية اللي هتكون في سماء مدينة العالمين الجديدة وطبعا كل السادة المشاهدين هيقدروا يتابعوا من خلال التغطية الإعلامية هيقدروا يتابعوا العروض الجوية اللي هتكون موجودة العروض دي هتستمر النهاردة وهتستمر بكرة وده طبعا بيأتي في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمعرض مصر للطيران الدولي اللي هيكون فيه مطار مدينة العالمين الجديدة من يوم 3 ليوم 5 سبتمبر المقبل فالحقيقة احنا بنشاهد استعدادات مكسفة لهذا الحدث لكن العروض اللي هتكون موجودة النهاردة طبعا هتكون مبهرة وحلوة قوي لانها حصلت السنة اللي فاتت وكمان السنة الاستعدادات اللي موجودة بتقول انها هتكون العروض جميلة جدا بالاضافة ان احنا يوم الجمعة هيكون عندنا مباريات فيه كرة السلة وبطولة كرة السلة بالاضافة طبعا الى الاستعداد لحفل ويجز اللي متوقع ليه حضور عدد كبير جدا في اليو أرينا فعليات ما بتنتهيش ومتنوعة الحقيقة وقدر مهرجان العالمين في نسخته التانية انه يستقطب اكبر عدد من الزائرين سواء من مصر من الفئات والاعمار المختلفة او حتى من الجنسيات الاجنبية وهنتبع معاكم لحد نهاية المهرجان كل الفعاليات المختلفة والمتنوعة في النسخة الاكبر والاضخم من مهرجان العالمين الجديدة ومن الاجواء السحرة من مدينة العالمين الجديدة برجع لكم في الاستوديو مرة تانية دينا ومحمد بشكرك شكرا جزيلا محمود جميل على الشرح الوافي جدا لكل الفعاليات والمستجدات في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية